الحمد لله على مستوى الأداء الاقتصادي احنا لرابع شهر مستوى ومعدل التضخم بينزل وده شيء في منتهى الأهمية لنا كدولة وده حريصين عليه وده يمكن من واقع اجتماعاتي الإسبوعية وهناك لجنة حضركم عارفينها اللجنة الخاصة بضبط الأسواق ومراجعة الأسعار بتاعت السلع الرئيسية وده بتجتمع كل إسبوعين وبالمي فيها كل الجهات المعنية وكل ممثل القطاع الخاص المعنيين بهذه السلع وبنطفق مع بعض على الخطوات اللي من شأنها تضمن ثبات الأسعار وانخفضها لأنه هو ده اللي احنا كلنا عايزينه وعشان كده يمكن كنت عملت اجتماعين منفصلين الحقيقة مع رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات لوحدهم مع بعض وبعد كده عملنا اجتماع اللجنة نفسها الخاصة بالموسعة لضبط الأسعار كل شغل يششاغل وده توجهات سيادة الرئيس إن احنا الحفاظ على ثبات الأسعار وإنها تاخد كمان مصار تنازلي في خلال الفترة الجاية لأن كل ما حنقدر إن احنا نسيطر على التضخم كل ده ما حيساعدنا إن شاء الله على الإصلاح الاقتصادي اللي احنا كلنا اتكلمنا عليه احنا كلنا وانا قلناها بمنتهى الشفافية 24-25 هي سنة إن شاء الله اكتمال التعافي من الأزمة الاقتصادية اللي الدولة المصرية كانت بتعدي عليها أيضا الحقيقة من النقاط المضيئة جدا اللي دايما الواحد بيساعد بيها على المستوى الشخصي هو تسليم عقود المشروعات ومبادرة فخامة الرئيس سكن كل المصريين والحقيقة كنت موجود في مدينة حدائق العاصمة والمدينة الحقيقة حاجة تفرح أكتر من مئة ألف وحدة سكنية تلاتة وتسعين ألف مئة ألف وحدة سكنية تلاتة وتسعين ألف وحدة منهم في الأساس اللي هو الإسكان لمنخفض الدخل والشباب وسبع تلاف للوحدات للأسر المتوسطة ويمكن توجيهي كان للسيد وزير الإسكان الاستمرار في هذا البرنامج المهم جدا ومضعفته في خلال الفترة الجاية ويمكن جزء من البرنامج اللي أعلناه لبرنامج الحكومة بخلاف إن إحنا بننشئ ونحل مشكلة الإسكان لشبابنا لمقبل على الزواج وتكوين الأسر إن أيضا نكمل بعد ما ربنا وفقنا وأنهينا مشكلة المناطق الغير أمنة نركز على تطوير المناطق الغير مخططة وضمن مستهدفات الدولة إن خلال الفترة القادمة يبقى فيه إنشاء لنص مليون وحدة سكنية جديدة لبديل للمناطق العشوائية الغير مخططة بإذن الله